موسيقى موجز للأخبار أهلا بكم يشهد مسرح المواجهات في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب استمرارا للمعارك العنيفة والتي تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية على إثر هجمات دفاعية وأخرى هجومية للجيش الوطني وكانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة قد تمكنت من إحراز تقدم في المحور الرملي وفقا لمصادر ميدانية أشارت لتدمير العديد من الأليات القتالية الحوثية ومصرع وإصابة عناصر حوثية وأسر آخرين تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط هجوم شنته ميليشي الحوثي الإرهابية على مواقعها شمال محافظة صعدة وطبقا لمصادر عسكرية فإن الميليشي شنت هجوما واسعا لليوم الثاني في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها في مديرية الصفراء كما عمدت الميليشي إلى زراعة المئات من الألغام في مناطق التماس بين مديريتين حيدان والظاهر وتركزت في منطقة طلان بحيدان التي تضم منطقة مران مع قلي عبد الملك الحوثي وذلك بهدف منع أي تقدم للجيش الوطني في هذا المحور القتالي أفدت مصادر محلية بشن ميليشي الحوثي الإرهابية حملة اختطافات واسعة عقب انتشار جداريات جديدة مناهضة لها في مدينة أب ووفقا للمصادر فإن الميليشي نفذت حملة الاختطافات بحق عدد من الشباب مساء الثلاثاء عقب انتشار عشرات الشعارات المناهضة لميليشي الحوثي في شوارع العدين ومنطقة جرافة توعدت ميليشي الحوثي الإرهابية بمنع استخدام الانترنت الفضائي الذي لا تستطيع التحكم به وتفرض رقابة عليه كما تفعل في خدمة الانترنت الأرضي وقالت الميليشي في بيان صادر عن وزارة الاتصالات الخاضعة لها إنها تحذر من استخدام أي معدات خاصة بشركة ستارلينك للانترنت الفضائي متوعدة بمصادرة أي أجهزة بث فضائية والاستيلاء على معداتها وتغريم أصحابها دعت الهبة الحضرمية إلى التظاهر غدا في وقفات احتجاجية في المكلة وسيئون تنديدا بارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومحاولات المساس بمصالح المواطنين الهبة في بيان لها دعت كافة أبناء حضرموت والمكونات لدعوة مناصريها دون الصحة بأي شعارات حزبية للاحتشاد عصر يوم الخميس أمام مستشفى البرج بالمكلة وأمام قصر السلطان بسيئون للتعبير عن رفضهم لما وصفتها بالإجراءات التحسفية بحق المواطن الحضرمي نهاية الموجز إلى اللقاء